موسيقى سيد مصر شاري ممكن سؤال بيفضل نفسه في الموضوع دوت وجوهر الموضوع إيه اللي خلانا نلجأ للفاتورة إلكترونية إيه هي المشكلات اللي كانت موجودة وإزاي هيستفيد الممول منها قبل ما هنسأل في نفسنا زي ما حدق قلت كده إيه اللي يخلينا نوح للفاتورة الإلكترونية طب هيا الفاتورة وايه كبتام المشاكل آه طبعا كبتام المشاكل يعني والسادة المحاسبين هيقدر يعني ايه ينضموا معايا في هذا المور عشان هم بيعانوا من أمر دوت صحيح ليه بقى؟ النهاردة أساسا بإيه مميزات الفاتورة الإلكترونية؟ أول حاجة زي ما احنا قلنا قبل كده إن الممول اللي يعيد تحميل الفاتورة مرة أخرى عن منظومة اللي تم تحميلها أوتوماتيك معنى كده أنت يجمع الفاتورة الورائية كنت الأول لازم أخذ الفواتير بتاعتي وأطلع بيها على المأمورية لما المأمور الفحص يتصل بي عشان يفحص لي عد الفواتير لأ الفاتورة دي هعمل عليها استيفا الفاتورة دي موجودة الشركة دي مش موجودة دي نقاش هعتدد بالفاتورة دي مش هعتدد هخصم لك مش هخصم لك لكن أصبح النهاردة إن أهم حاجة عندي في الفاتورة الإلكترونية حساب تكاليف المشتريات لحظة بلحظة أنا مش محتاج إن أنا أروح لمأمور ولا يجي مأمور أو يعني تشوف لي فاتورة العنصر البشر يعني العنصر البشر حيختار في تلقائي تمام مزبوط مزبوط أهم نقطة عندي لو جاءنا المادة 30 في قانون 67 سنة 2016 بشأن الكريمة المضافة هنلاقي فيه إن فكرة الأخيرة كده في آخر السطرين فيها إلزام المحاسبين بتقديم الشهادة تفيد أحقية الشركة بخصم الضريبة السابق سدها عن مشتريات طب ده وصلنا لإيه وصلنا للأسف إن بعض المحاسبين وده وقت مأساة يعني بصراحة بس ده قانون بيتقدموا للمحاكمة في نيابات التهارب الضريبي بتهمة المسئولية التضامنية مع صاحب الشركة طب إيه داخل المحاسب طب بالزبط إيه المشكلة فيه طب نكمل بس الأستاذ ماجد بقاله فترة ونرجع لحضرتك الأستاذ ماجد تفضل فاني أستاذ خير فاني وحضرك طيبين وحضرك طيب تفضل والله يبارك في السعادة والله سؤال اسمه للشركة المستشار معك فاني شقة فيه مكتوب بدل عقد الإجار مكتوب شرط اتفاق من 99 مكتوب إيه فاني؟ شرط اتفاق من 99 شق اتفاق؟ أيو شرط اتفاق يعني الشرط اتفاق مدرح حق الإجار مدرح حق الإجار كم من فاني؟ فاني اشترك البيت دي من 2015 وفيه الشقة دي باي فاني فرفعت عليه جدية طبعا هو رفعت عليه جدية بالترد على أساس هي القانون الجديد اللي هو إيه دع 96 عشان الشرط مكتوب من 99 وغير محدد هي مكتوبة بعد 96 يا فاني؟ آه من 99 هو مكتوب من 99 من 99 مدت العدد إيه؟ لا ممكتوبش فيها مدت مشاهدة يعني؟ آه آه فرفعت ساعتك على الإجارية فكسبت أول مرة تمام أيوة اداني طرد ليه وبعد كده هو استحنف الحكم أيوة فاني؟ استحنف الحكم طبعا المشكلة المفروض يعني أبعت له الإنذار جاب اليوم 15 في الشهر قبل ما عد الاستناف ما يعدي يعني؟ آه لا بالنسبة لل لازم أبعت له في البداية من واحد من واحد في الشهر لغاية يوم 15 الإحلال أيوة فاني المحامي بعت يوم 27 اتأخر يعني؟ آه بناءا عليه هو استند فيه في الحكم ورح اتلغى الحكم الأولاني اللي أنا خدت عليه بصدر أيفاً آه فأنا يعني في الوقت أعمل هو خد طبعا لغى الحكم الأولاني اللي هو خدت عليه بصدر يعني هو خدم هو استنف يعني فاندم هو الحكم تلع إيه فاندم؟ بالزبط غفظة أو لعدم قبول؟ أكيد عدم قبول لا عدم قبول بالنسبة للبداية طبعا هي عدم قبول الدعوة تمام لعدم اتباع الطريقة اللي زر سماه القانون بالنسبة لحكم التاني بتاعه هو أيوة الحكم بتاعه هو يعني الحكم بتاعك انت تتلغى يعتبر عدم كبول لعدم اتباع الطريقة اللي زر سماه القانون فبشأن الموعيد بالضبط عادل بالضبط عادل حال دلوقتي دلما فيه اجتماع تقريبا أو حاجة فأنا ما عملتش حاجة لغاية دلوقتي حال دلوقتي انت طعنت بالنقدة على الحكم دوت لا ما دعنت موائدة طعنة بالنقدة عدت عدت شكرا يا فاني ايه الموقف هنا يا فاني هو طبعا المحكمة هنا في حكمة الاستناف لم تنزل للموضوع بتاع الدعوة ولكنها هي قدت في الشكل في موائد معينة لازم في النص التاني أو النص الأولين في الشهر بيكون أعلن أو إجراءات معينة إجراءات شكلية إجراءات شكلية لابد منها فبناء على الحكم بيطلع فيه مش رفض في الموضوع بيدي له عدم قبول عدم قبول طب وعدم القبول ده ما يحقش ليه أنا خدت عدم قبول هل ممكن أرفع دعوة نفسها ينفع ينفع بنفس الموضوع بنفسه هو النهاردة مش هيدا يدفع بعدم جواز نظر الدعوة سابقة الفصل فيها لأن الموضوع أسر لم يفصل فيه بحكم نهائي لم يفصل آآ آآ الموضوع لم يفصل فيه بحكم نهائي لكن هو الإجراء كله كان إجراء شكلي لم يتوخاه المدعي أو المستقنف ضده وبناء عليه خسر دعوة فممكن يرفع دعوة من أول جد تاني آآ خصوصا أنه عدم عدم نقطة كمانا ما خلاص قبول ما فيش تعاني بالنقطة طب ما الالتماس إعادة النظر ده إيه فهنا الالتماس إعادة النظر ده في خلال أربعين يوم من تاريخ صدور الحكم الاستيناف وينظر أمام نفس الدارة لأدى أصدرت حكم الاستيناف كان من حقه ولازم يكون فيه أربع حالات أو خمس حالات على سبيل الحصر لازم تنطبق عليها الموضوع ده فما ينفعش يعني أكيد اللي هو بيتكلم فيه ولا حالة من حالات التماس إعادة النظر نرجع للموضوع المهم يا فاندم اللي هو الخاص بإحنا ليه لجان الفاتورة الانترونية وإيه مميزاته وخطورة الموقف اللي حداك قلت عليه اللي هو المحاسب يوسف تمام تمام النهاردة زي ما رؤوسنا قلنا إيه إن المحاسب بيقدم شهادة للمأمورية أثناء الفحص بإعادة حساب التكاليف في المشترات عشان خصم الضريبة فليجي المأمور يبعد الموفياتية ديت استيفا ليتحرى عن الشركات اللي موجودة الشركة تكون مسجلة في قيمة مضافة مسجلة في ضريبة عامة لها سجل تجاري بتقدم إقراراتها بانتظام بتسدد الضريبة عليها ولكنها مصنفة ضمن الشركات الوهمية وبالتالي الاستيفا بتجي اسمها استيفا سلبية ولا يجوز هنا خصم الضريبة عليها فيه حاجتين بيحصلوا معاهم الموقف هنا الموقف بيحصل إيه أول حاجة بيطلع حاجة اسمها فروق فحص على الشركة وفي زل أحكام الكلمة المضافة وضربت المبعاد برضو بيحصل نيابة التهرب الضريبة الشركة والمحاسب القانوني مسؤول مسؤولية ترامنية عشان الشهادة اللي هو مقدمها فأصبح النهاردة لما أنا بقدم فاطورة إلكترونية أنا عملت تعطيل ضمني لنص المادة 30 اللي موجودة في القانون 67 ست 2016 دي أكبر ميزة دي الفاطورة الإلكترونية ولا هروح المأمورية أقول لهم خصموا اللي أردي أساسا حساب التكاليف الموجودة على المنظومة لو الشركة اللي أنا دخلت بفاطورة بتاعتها دي شركة وهمية المنظومة مش تقبلها نازل بقى منشور أقول للشركة وهمية شكرا وسلام عليكم إن أنا بعتبر الممول بأمانة في المؤمر دوت هو مجنى عليه إن النهاردة هتحمل قبل إصدار الفاطورة من الشركة وهمية مين بتحمل عبئ الإثبات فن؟ هل المصلحة ولا الممول؟ بص أقول لها داك الحاجة هي نقطة خلاف ونشكر ربنا إن القضاء معظم الأحكام فيه حسامها لصالح الممول تبقى للتعليمات الصادرة زمان من مصلحة الضريب إن يتحمل قبل إصدار الفاطورة من شركة وهمية المصلحة وليس الممول إن قبل إثبات يقع على عاطق المصلحة إن هي المفروض تقوم والتحري على الشركة المصدرة للفاطورة قبل تسجيلها في الكلمة المضافة أو ضربة المبعاية ولكن مصطحة الضريب لا تعدد بذلك وتعتبر من الجرام دلوقتي اللي أصبحت مخلة بالشرف في زل القانون الإجراءات الضريبية الموحد ومتروح نيابة التهرب الضريبي فدي المشكلة فإحنا رأي الحمد لله الفاطورة الإلكترونية رياحة الموضوع الشوية خلناني خلص القديم هتقلل النزاع هتمنعه هتمنعه مفيش خلاص حاجة اسمها شركة وهمية مع شركة وهمية تطلع فاطورة إزاي ما عليز ما هتسجل عن منظومة ما هي شركة وهمية مش هتسجل إذا الممول يعني منتظر بثارة الصبر إلا إذا كان الممول بقى عايز يتعامل مع شركة وهمية بفاطورة ورعية قديمة وبرضو مش هيستفات حاجة عشان هيجي في البعد كده في 2021-2022 هيقدم الفاطورة الورعية دي قالوا له أسا حتى لو شركة وهمية أو شركة سليمة لا يعتد بيها الأستاذة سميرة تفضل يا فن أستاذ سميرة أستاذ سميرة معنا أيوة تفضل يا فن ما شكر يا حبيبي تفضل يا حبيبي طب تسمع بقى أنا لدي مشكلة تقوية في مصر تفضل سمعني أه سامح حضرتك شاء لما تحرم منه بس المهمة مشكلة تقوية بقى كان بعد عنك ابنه عند أوتوبسات وكده وما تفحد حد صفقته بس بجن المتوع أيوة فن ها أيوة فن طي المهمة بعد ما مات أولاده عملوا إعلام شرعي ها عملوا إعلام شرعي باسم الولدين ما رضيش اغتبوا اسم جدهم يعني كان ناقص المهمة أديره 22 شهر بيجر على الورج أخويا من هنا إلى هنا 22 شهر يا فن في التأمينات أستاذ سميرة وما فيش فايدة بيقلصوا لحاجة أستاذ سميرة هادي له 22 شهر السبوع اللي فده راح تعالى يوم الاثنين تعالى بعد اربحة اثنين ثلاث أسابيع المهمة حنضروا وهو سبيل للساد المهمة راح آخر مرة السبوع اللي فده قال له لا ملكس ولا حجوج ولا حاجة أدم بتاخد معاش ليه لا ملكس حاجة تاخد معاش تادي علشان مش موجود في الاعلان الشرع يا فن اعلان الشرع عاملين الولدين باسمهم طب عملتوش ليه تعديل يا فن بس يوم وراح جلوله ينفع طب سيات المستشار بقى خادر اعلان الشرع من الولدين وراح استاذ ساميرا ها استاذ ساميرا حضرتك سامعاني ايو ايبا طب استأذن حضرتك سيات المستشار هيتواصقي هيكلم حضرتك بس جاوبة على الاسئلة بتاعته علشان نقدر نرد على حضرتك على اه زي اه يعني بس يا فن بس يا فن بس يا فن هو اللي اخفى اسمه في اعلام الوواس انتو اضفتوه بعد كده يعني كتبوا العيال كتبوا باسم الاثني باعوا الاوتوبيس وباعوا اوتوبيسين وباعوا عربية وباعوا اشاجة في اسكندريسيا تمام تمام يعني في جد مفروض كان يبقى اسمه موجود في علام الوواس من غير ما يحطوا اسمه اه طب ما ده تزوير يا فن ها ده تزوير مش سامعاني تزوير تزوير ده تزوير يعني اه ايو هوا تزوير براف عليك ماشي ما اعمل يعني فين طبعا هوا اخويا بقى زعلانه واخر بالدنيا يعني هوا بص يا فن اخر مرة باجا جالوا الوقت مالكش حقوق غلص ولا ليك اللي بياخد معاش ما ياخدش اتنين هوا المشكلة دلوقتي في المعاش المشكلة في المعاش ولا المشكلة في الاعلام الوراثة موضوع المعاش دوت موضوع المعاش هناك في المعاشات في استقمنات جبالوك استاذ ساميرا اه احنا دلوقتي هنتكلم في الموضوع فيه شقين شق المعاش وشق انه لم يذكر فيه اعلام الوراثة حتى مستشار حيتكلم في حضرتك حيرد على حضرتك في الشق دوت اه بص يا فندم شكرا استاذ ساميرا حجب احد الوراثة الشرعين الذي له محقق المراس دي جريمة يعقب عليها القانون وتحرك الدعوة الجنائية يعني الواضح انه هوا من اسقطوا اسمه تمام اه طبعا وعملوا بيع كمان وعملوا بيع وطيبوا نقسموا المراسة وباع الأوتوبيسات زي ما هي بتقولوا الكلام ده طبعا ايه الاجراء اللي تتأخذ هنا فهن دعوة جنائية طبعا ده دي جريمة يعني استاذ ساميرا اسمعي سيادة المستشار خطوة خطة حجب احد الوراثة الشرعيين الذين لهم حق المراسة الشرعي دي جريمة يعقب عليها القانون وتحرك الدعوة الجنائية ده تزوير في مطرر اه طبعا انا انا انت نعد عن اضافة اسم جد اللي اصلا هو صاحب المراسة الاصيلة يعني الاصول ده الاصول بتاعتي طب هل يعني دلوقتي يرفعوا دعوة تزوير جنحة هو بس يعني واضح انه يعني ناس طيبة يعني وعلاقات طيبة فتحاول ايه يترادوا معهم الاول ما كانش هنبتدي الاول بانذار ولازم نعمل انذار في الاول يعني اول خطوة تاية يعمل انذار اه طبعا ونعمل انذار ما كانش او تلجأ للطرق الودية الاول بالزبط وبعد كده انذار على يد المحضر وده على حسهم وإنهم يحركوا ساكنا نحو التنفيذ فعلا من اتباع الاجراءات القانونية المتابعة في هذا الشهد وتحيك الدعوة الجنائية ضدهم عن طريق النياب العام وفي مسؤولية عليهم على مين على اللي باع اه طبعا ده ده ما بني على باع متكل غير يعتبر الاجراء الباطل يبطل اي ده اللي يستمد منه ما بني على بطل فهو بطل طب الجنحة دي بتسقط بالتقادم بمضي المدة اه طبعا اه طبعا زي ده ايه جنحة بس بتقولك 22 شهر يعني دقريبا قدي سنتين تقريب يعني لسه اه من تاريخ علمه يعني برضو من تاريخ العلم مقطة مهمة دي اه من تاريخ العلم يعني المفترض انا علمت امتا علمت امتا ما لممكن النهاردة اسمي ما جاش في الالم الوراسة في الزبط انا ممكن يكون النهاردة معمول الالم الوراسة وانا مدراحتش ولا جيت ولا عرف حاجة مجرد معلم فهي اوكي بتعلم هي عرف الالم الوراسة من امتا 22 شهرين تقريبا سنتين بسه طبعا يبقى استاذ ساميرا الخطوات او الخطوة اللجوء للطرق الودية بالنسبه لالمعاش بالشرك التاني بتاعها اللي هو بالنسبه للمعاش والتأمينات والحاجات داية هو القصة لو بياخد معاش ماينفعش يجمع بين معاشين مع بعض نفس الوقت ولكن انا اعتقد يعني انه هو فيه بتيبقى تعليمات للهي 일�هي العامة الكومية والتأمينات المعاش الأكبر هو اللي بيستحقه عليه بياخد الفرق بينهم يعني مثلا عصابين الذه MUS لو معاشه بمية ومعة وخمسين فبياخد الجميعات المعاشة المستحك له المعاشت inhibخمسين جد المساء الخير اهلا بحضورك افن فضل لو سمحت انا من سواء اهلا بحضورك عندي حتة ارض في قرية في الزراعة قل ايه افن حتة ارض في القرية الزراعية ايه افن بقيتها الوحد فجأني عليها ضرايب وانا شفت في النت ان القرية في الارض الزراعية في القرية معنى ايش ضرايب فعايز اعرف الحقيقة ايه ومن اللي قالك عليها ضغايب افن اللي بتقول الزراعية باعتين لي جوابات بيها وبيها تدود استاذ بيرسون الصوت بيقطع ايو انا انت عايز ريون اقول لك يعني يجي لحضرتك اختار يا فندم اه غط ضريبي اختار ضريبي اه طيب انا استعزنكم وتتواصل معايا بعد الحلقة طيب ممكن تسيب تليفونك يا فندم في الكنترول هدك فين في سهاجة يا فندم اللي بيكلمكم منها الزيرو لا من الغيمة استاذ ويلسون سيب حضرتك الرقم في الكنترول وحنتواصل معايا وقول لنا معمورية ايه بس بعد ايه دك شكرا سيد مستشار هنتكلم برضو في المميزات التانية اللي حضرتك يعني بتقول انه فيه افرد العديد من النقاط المهمة بالنسبة للفاتورة الالكترونية الزبط فزي ما قلنا احنا بنتكلم كمان في نقطة في منتهى الاهمية ايه هي النهاردة انا ببيع واشتري بفاتورة الالكترونية عن طريق المنظومة فانا بقضي على حاجة مهمة وهو العنصر البشري في التعامل مع المنشأة والممول وهنا هننجأ لحاجة قصة ايه الفحص الالكتروني ايه هو الفحص الالكتروني ايه الفحص النهاردة انا عندي مثلا شركة بتتفحص عن سنوات كذا وكذا وكذا بقال المحاسب القانوني والشركة يخضي الفواتير ويخضي المستندات ويخضي 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 ويطلعه عن المأمورية وزي ما قلنا المأمور يشوف المستند عجبه ما عجبوش استيفا جاي عجابية سلبية يستبعد ويجي النهاردة انا مش محتاج التعامل مع مأمور الفحص بالتواجد معافل مأمورية او المجاية للمقار الشركة ده حيب التواصل الالكتروني خلاص فقط انا كده بقى اول خطوة في طريق الفحص الالكتروني فانا هقضي برضو على مشاكل كتيرة كانت بتواجه اصحاب الشركات والممولين فاسناء الفحص انه ربما كان ممكن يحصل التعند واحنا عافلين عنصر البشر وارد فيه الاخطاء خطأ فاحنا ده حاول على قد ما نقدر بنقلل الاخطاء دي وانا شايف ان الموضوع ده فانا ممكن يقضي على الاخطاء بنسبة بها كده انت رعدة تمانين في المية معانا تليفون استاذ امير اتفضل فان مساء الخير اصد نشأ مساء الخير فان دم اهم وحضورة كل سنة طيبين وحضورة طيبة فان في عندنا حضرتك محل مستقراء انسة من سنة اتنين وستين اي فان وجي اخوها سنة اربعة وتسعين عمل معها عقد الشراكة تمام عقد الشراكة خد رفض من المحكمة مم اه 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 اتفاجئنا ان هو جاي بيفتح المحل ومأجره لناس تانية ملابس مأجره من الباطن مأجره اه من الباطن ملابس كيف وبعد كده انا انا لما عرفنا في اه 2013 اه ماخدناش منه ايجار طبعا هو كان بيجيب الايجار لانه معه توكيل من اخته مم اخته اتوفت 2001 ما انا عرفش انها توفت ايفا 2013 عرفنا انها توفت ايفا وبعد كده هو توفى في 2017 ايفا الدعوة بقى اللي نعملها دعوة ايه انهاء العلاقة الايجارية والمين نعملها هو مين اللي موجود في المحل اللي موجود في المحل الناس غريبة مين الناس الغريبة علاقتهم ايه بالمستاجر او شاكيات لا هو العلاقة باقى ان اللي هو اخ Micro عندوا بتين بيقولوا دي هم من حقهم ان يورسوا له يورسوا فيه في المحل بيهم دقاريبهم في ايه snah yonka ايه؟ سلة القرابة ايه بينهم اللاiding لا هما مش مش قاريبهم الموجودين في المحل مش قاريبهم شكرا دا بيعتبروهم ايه ناس شغالين يعاني او بيديروا المحل وحضرتك ما أخدش إيجار من 2013 من 2013 إحنا رفضنا طيب حد بيوضع المبلغ ده في المحكمة بيحطوه في المحكمة بإسم مين بإسم المستأجرة الأصلية المتوفى إزاي أو بيحطوه بإسمها في المحكمة بس أحنا ما بناخدوش يعني تمام إفن شكراً أستاذ ورسو إيه الإجراء اللي يتخذوا هنا وإزاي طبعاً دعوة طرد للغزب إسمها دعوة طرد للغزب آه طبعاً إنتنا الموجودين في قلب العين دلوقتي ليس لهم أي صفة في حياة العين أو الاستفادة بينهم فدعوة طرد للغزب طبعاً أنا مش لاقي أي طبعاً إيه خطواتها يا فندم يعني ده بيوردو بيبقى إنذار لا دي ما فيش إنذار دعوة طرد للغزب ترفع مباشرة أمام المحكمة أنزل مين أنزل واحد مختصب العين مختصب آه تمام سيدة مستشار إزاي ننقل الفاصل وحنكمل موضوعنا عن إيه هو الفرق بين الفطورة الإلكترونية والورقية واللي هو الرسيد تمام أعزائي المشاهدين فاصل ونتواصل معكم اشتركوا في القناة